مرحبا فيكم حبايبي برج الجوزاء. إذن لبرج الجوزاء نشوف إيش طاقته هاي الفترة. شو كيف عاملة رح تكون. رح يكون بإيدك خلينا نقول أسلحة أدلة رح يكون في بإيدك كل يعني كل المؤهلات لأنك تنتصر. رح تحقق في أوهام كانت موجودة مش أوهام مخاوف عندك ولكن رح تنتهي هاي المخاوف. نتيجة لأسرار رح تطلع لك مش انت اللي أسرارك رح تطلع لأ. أسرار الآخرين في أسرار من حواليك عم تكتشفها. ولذلك يعني عم تنتصر على هذا الموضوع. في كان عندك مخاوف هواجس معينة ولكن بشوف أنك عم تقضي على هذا الموضوع لأن الأمور رح تبين قدامك. رح توضح الأمور فعم تنتهي هاي الطاقة عندك طاقة الأوهام أو المخاوف أو كذا. خلاص رح تكون مرتاحة أكتر لأنك بتكون خلاصة عرفت كل شي. خلينا أول شي نفتح بشكل عام. بعدين بنشوف العاطفة. شو مخبيت لنا. شايفيتك يا برج الجوزاء. يعني مش عارفة معظم الأبراج عم بتكون كثير عندها توتر كثير عندها لسه مش راسع على بر. أول فترة بتكون عم تشتغل كثير ولكن ما في حدا ما في مين يقدر. على جميع الأصيدة عم تشتغل كثير عم بتكون يعني بتطور حالك عم تعمل خاصة في العمل ولكن ما عم تلقى نتيجة. هذا رح يكون سبب في أنك تبحث على عن عمل جديد شايفتك. شايف فيه أشخاص عم يمسلوا عليك الحب. عم يمسلوا عليك إنه هم بدهم مصلحتك ولكن العكس صحيح. بهاي الفترة يا جوزاء رح تكون يعني رح تعيش كل الفصول زي ما بقولوها. طلع عندك كرتين اللي هم جميع الفصول هون صيف شتا هون خريف سبتمبر رح تشهد خلينا نقول مشاعر من كل آآ الأنواع يعني زي تناقضات زي آآ فيه أمور رح تكشفها. آآ رح يكون في عندك آآ اللي هو من يعني كيف بيكون عندنا الفصول الأربعة مختلفة تماما عن بعض. آآ بما إنه بالشهر هذا اللي عم نحكي عنه فيه أربع أسابيع. ممكن نقسمهم يعني هذا اللي أنا بفهمه من الكروت ممكن نقسمهم إنه كل أسبوع رح يكون شكله غير عن الثاني تماما. فرح تبلشها في آآ يعني الوضع رح يكون مقلوب رح تحس إنه الأمور عم تمشي لضدك آآ آآ ولكن في يعني بالأسبوع الثاني وبعدين آآ بالفترة اللي بعد الأسبوع الثاني اللي هي أسبوع الثالث والرابع رح يكون لا العكس تماما رح يكون في عندك يمكن فرصة عمل جديدة آآ في عندك ترقية في العمل آآ نفسه ولكن أنا يعني بحس إنه كتير من الجوزاء عم بيغيروا عملهم. كمان عم بتحاول تعرف شو ليش هاي الأمور بتصير ليش التقلبات بتصير طول الوقت رح تكون تفكر بهذا الموضوع. أنا بقول لك ما تفكر خلص يعني امشي في الأمور وما ما تفكر لأنه نهايتها سعادة مبينة عندي يعني السعادة طاغية على الكروت. فمبين إنه بالعكس اللي بدك يا رح يصير من ناحية العمل والمال شايفي فيه خير كتير جاي عالطريق ولكن بدها صبر. أول شي بدنا نصبر وبدنا فأنا بشوف في عندك أبس آم داون يعني شكل هذا الشهر ما بيشبه بعضه. كل فترة من هذا الشهر عم بتحس بتناقض بكذا من أقصى الممكن تكون سلبية لأقصى الإيجابية من أقصى الإيجابية لأقصى السلبية. ولكن الأمور كلها عم تمشي لمصلحتك لأنه الكروت طلعت مش مقلوبة الكروت يعني واقفة. فأنا بشوف لأ الموضوع عم بمشي لمصلحتك. شايفي هون شايفي هون انك انت عم تحصل على شي عم بتجمع يمكن فلوس عم بتكون الحياة وردية آخر الفترة. هون انا شايفي كمان قصر أو بيت ممكن يكون بيت الزوجية أو رح يتغير سكن. ممكن تكون انت بتفكر بسكن أكبر أو سكن فأنا شايفي هذا السكن الجديد كتير رح يريحك آآ نفسيا. عم بتفكر بسكن جديد عم بتفكر حتى الفيل بعض منكم عم بيفكر بتغيير البلد كلها أو المدينة نفسها. ففي تغيير انا شايفي على هذا الصعيد. هاي الكروت مشكلتها ما بتقمع. في هذا الكروت بشوف انه انت عم تغفر لناس ازوك ولكن من جوه ما عم تنسى. عم بتحاول تطلق طاقة يعني ايجابية ناحية هدول الاشخاص يمكن عشان تحصل على طاقة ايجابية وهذا اشي صحيح مية بالمية. عم تخفي طاقة الغضب عم بتكون فاهم معظم الاشخاص اللي حواليك ولكن عم تعمل يعني كتمان على هاي الامور. بشكل عام عم بتكتم على مشاريعك المستقبلية. شايفيتك كمان مثل جذاب كتير عم بتكون هاي الفترة عم بتشد الجنس الاخر بشكل رهيب. شايفي فيه نصر فيه انتصار فيه تحضير لانتصار ممكن يكون ممكن الانتصار ما يكون بهذا الشهر. لان شايفي انا يعني بداية او بشائر خير في هذا الموضوع. فيه موضوع انت عم تستنى يا عمل جديد يا علاقات فيه يا زواج. ممكن يكون زواج لانه في النهاية فيه برضو طلع عنا نفس القصر او نفس البيت اللي موجود في الكرت اللي بجنبه. في هذا الكرت عم بشوف فيه نوع من العدائية حواليك ناس بيحاولوا انهم يعادوك بيحاولوا انهم يضروا فيك. اكتر اشي ممكن يكون على صعيد اجتماعي اقارب اه عمل. فيه ناس عم بتحاول توقعك. ولكن لا انت فاهم كل الموضوع وما عم يأسر هذا الاشي على مستقبلك او على. اه يمكن دول الاشخاص عم يتواصلوا مع ناس اه وصلين يمكن مع المدير نفسه يمكن يكون هو المدير اللي انا عم بحكي عنه. ولكن بشوفك يعني عم تطلع للناحية الثانية عم تهمش الكل عم يعني عامل حالك مش شايف شيء ولكن انت فاهم كل الموضوع. هون بشوف وفرة مالية بشكل عام مش بس اه اليك ممكن تمتد لاجيال شايفي في عندك نجاح في العمل مش بس بس بهذا الشهر بكل الاشهر الجاي. اه خلينا نقول لمدة اه سنة بعد سنة بنفتح بنشوف شو فيه. اه يعني بتمتد هاي الطاقة هادا الكرت لاكتر من شهر لشهر. اه بشوف انك اكتر تركيزك على اه اطفالك اذا كان اذا كنت متزوج او على يعني اخوي يكونوا اصغر منك او اه عم تعطف عليهم عم اه يعني عم هذا الوفرة المالية عم بيحس فيها اللي حواليك. مش بس انت يعني عم تكون كريم عم تفكر بغيرك اكتر اه من حالك اه شايفي فيه تقدم من ناحية المال. اه هون شايف انه شوف يا برج الجوزاء. هادا الكرت كتير حلو. اه في امور كانت في في الماضي في اخر الاشهر اللي مضيت. اه في موضوع كنت تستنى كتير كتير كتير. حسيت انه معجد انه يصير. ولكن هو عم يتحقق شوي شوي وانت مش عارف يعني عم يتحقق بالتدريج. اه النتيجة راح تشوفها قريبا. بما انه فاتحين على هذا الشهر فالنتيجة ان شاء الله بتشوفها هذا الشهر. خلينا نفتح عاطفيا. لبرج الجوزاء شو في عاطفيا لهذا الشهر. بينات انه العلاقة ثلاثية لسه ما كملنا الورق وبينت بكرتين فيه شي فيه علاقة ثلاثية عم بتكون كتير واضحة. شايف عندك يا برج الجوزاء للأسف في عندك مشكلة بتاكر القلب ممكن تكون فعلا حقيقية يعني ممكن تكون اللي هي طاقات سلبية سحر عين حسد. اه ممكن تكون من ناحية مع معنوية قلبك مجروحة كتير عم بتحس اه بالغدر عم عم تستنى كارمة معينة عم بتكون كمان فيه لبعض منكم مش حاقد يعني فيه طاقة غضب كبيرة يعني جوه قلبك مخليها. نتيجة طبعا ممكن تكون علاقة ثلاثية او اي عائق في هاي العلاقة. خلينا ااخد كرتين كرتين. كل كرت ايش فيه. فهد الكرت كتير مهم طفالنا شمعة فخلينا نشوف ايش هو. اه شايفة فيه هون انتصار في العلاقة العاطفية شايفة فيه طبعا القراءة العاطفية حبايبي يعني كل برج عن بعيدها ممكن تكون اه عكسية. شايفة انه اللي عمل غلط في العلاقة مهما كان انت او الطرف الثاني عم ياخد جزاؤه. فانت على الاغلب كنت عم تحلم باشياء كنت بتحسها انه مستحيلة كنت بخيالك تفكر بهاي الاحلام الوردية ولكن عم بتتتوج يعني عم بتتحول لحقائق هاي الامور. كمان شايفة فيه قرار مهم رح تتخذه في الحياة العاطفية. هذا القرار انا بشوفه اكتر اللي هو تقارب والتقاء وتطور للعلاقة اكتر من انه بعد. هلا الناس اللي بناتهم كتير مشاكل وللمتزوجين اللي كترة المشاكل بناتهم اخر فترة في احتمالي ياخد قرار برج الجوزاء بالطلاق او ان يفكر بالموضوع. او الطرف التاني عم بيفكر بالموضوع ولكن بهذا الشهر ما في يعني ما في اللي هو طلاق او انفصال او كذا. او للمرتبطين نفس الشي. او الطبر عم تتحقق او مش شغلة كبيرة ولكن عشان توصل لهاي الشغلة الكبيرة عم بيصير في احداث عم تتحسن اول باول. وعن توصلك اخبار بتفرحك. فيما انه فتحنا العاطفة اه رح يعني تكتشف انه الحبيب فعلا بيحبك اه كل الحب في نهاية لعلاقة ثلاثية. فكرتين. اه شايفيتك عم تتحدى عم اه يعني من بعد اه خلينا نقول تعلق اه كبير في وتفكير طول الوقت وتعب نفسي طول الوقت اه ومجاهدة يعني في الموضوع. شايفيتك كتير تعبان بالعلاقة العاطفية كنت. اه في شي رابطك في الموضوع اه اما تفكيرك او الادمان عالشخص التاني. في اشي يعني ما عم بيخليك او انه انت مترابط معه اه روحيا بطريقة رهيبة. فما عم تقدر تنسى هذا الموضوع. ممكن القراءة تكون عدسية وممكن الطرف التاني عم بيخس اه بهذا الموضوع. هون كمان عم بشوفك تترك العلاقة الثلاثية. ليش عم بقول انه تترك العلاقة الثلاثية? لانه النصر والتحقيق جميع الامنيات اجت بجنب العلاقة الثلاثية. فانت اكيد يعني بدك تكون تخلص من العلاقة الثلاثية وفي انتصار بهذا الموضوع. عم تنتهي العلاقة الثلاثية او على يعني على مشارف هذا الموضوع على مشارف الانتهاء رح تكون. شايفي فيه ناس كتير غدروا كتير تحملتهم كتير. اه فيه ظلم كبير كبير لبرش الجوزاء. بالفترات الماضية. ولكن هذا اجاب جنب كرت النصر. فانت رح تنتصر كمان على هدول الاشخاص. في عندك انتصارات كتير هاي الفترة. يا برج الجوزاء. ولكن رح تكتشف غدر معين من اشخاص اللي انا نقول. اه مش بالعلاقة العاطفية. هون بشوفها اكتر من الاقارب من زملاء العمل. عم تنغدر منهم. وعم بتحقق. برضو هون انتصار. ما بعرف عندك كتير انتصارات. ولكن من بعد تعب. من بعد تشويش. من بعد آآ عناء. وكأنك رح تحصل على الشغلة. ولكن يعني بتعب. بجهد. آآ اذا عاطفيا بشكل عام. بشوف انه انتهاء فيه للعلاقة ثلاثية. او بداية لانتهاء هذا الموضوع. شوي شوي عم يختفي. آآ بشوفك ممكن انه تتأخر امورك في العلاقة العاطفية. نتيجة آآ ممكن يكون طاقة سلبية موجودة عندك. آآ ذكرناها. لانه الكرت هون طلع مقلوب. بتاكر القلب. عم بشوف آآ عندك امتصار على اكتر من شكل. على اكتر من نوع الطاقات آآ هي مائية بامتياز آآ عم تكون ترابية وعم بتكون هوائية. ازا هادا كان لبرج الجوزاء. طب خلينا نشوك ازا في نصيحة او اي شي من. بيقولك انه تشارك همومك مع الثانين. ما تضلك آآ هاكل الهم آآ لحالك. وكأنك حامل حمول الدنيا كلياتها ومكتم. ما بدك تقول لحدا عن مشاعرك. ما بدك. هلأ ممكن تفضفض للناس اللي كتير قريبين منك. ما بنصحك تفضفض للناس اللي هم زملاء العمل وكذا. لا. يعني شخص من العائلة شخص موثوق في مية بالمية. ممكن انك تستعين فيه. عم بشوف عندك كبرياء عالي. يعني ما بدك انه حدا يعرف انك انت مكسور او انت شوي تعبان او كذا. هذا الكرت عم بيقولك لا يعني يعني اعمل شيرينج في هذا الموضوع. آآ شارك هذا الموضوع مع المقربين. يخفف عنك اكتر. كمان اطلب المساعدة. يعني مش آآ يعني برج الجوزاء ما بطلب المساعدة بسهولة من حدا. يعني دائما باعتمد على نفسه. حتى لو كان مش قادر بيضلوا معتمد على نفسه. فبيقول لك يعني خفف من هذا الموضوع. استعين آآ بالاشخاص لانه يعني الاشخاص آآ ممكن يساعدوك. في تحقيق امنيتك في آآ او يخففوا عنك. فبس بيقولك اتك هاي العادة او شوي يعني خفف منها لهذا الموضوع. ازا برج الجوزاء بدك تكون شوي صبور. والجوزاء من الابراج الكتير زكية يعني. في موضوع كنت مكتم عليه كنت عم تعمله بكتمان ما عم تحكي للناس عنه آآ في سبيل انه يعني يزبط او ما يزبط. فهو رح يزبط يعني ورح تعلن هذا الاشي ورح تحتفل فيه فحلو. شو هذا الاشي ما بعرفه. انتو تعرفو اكثر لانو هاي اوراكلس مش كروت عادية. اه حباعدو برج الجوزاء بشوفكم ان شاء الله. اشتركوا في القناة